لما قالوا ان فيلم شانجتشي واحد من احسن افلام عالم مارفل انا قلت للناس دي اكيد بتقفوا غروة يعني مكبرين الموضوع بس لما شفت الفيلم وجيت نظر اتغيرت تماما سلام عليكم ازاكم عاملين ايه انا احمد جويش ودي كنات برومو اهلا بكم في فيديو جديد والنهاردة يا معنا بنتكلم عن فيلم شانجتشي اللي كان مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي الفيلم ساعة لما نزل انا الحقيقة ما فكرتش ان انا روحت خلو سينما او اشوفه حتى نسخة مصربة عنه انا قلت لأ يعني هسيبه لغاية ما ينزل كده وبقى اشوف وكانت كل الاراء ايجابية لكن انا قلت اكيد عشان طبعا الموضوع ان هو الفيلم في الصين والموضوع العيرقية والكلام ده كله بيحاول ويعالجوه يعني باسلوب ما فقط عادي يعني مش مشكلة خلص اشوف وكت محظوظ فعلا موفق في حاجة زي دي ان انا استنى عما هو ينزل واشوفه بعد فيلم عايزين تعرفوا رأي في اترنالز انا كنت اعمل اخر فيديو في القناة عنه وحسيبه لكم في الايل اللي فوق دي شوفوه انا اتكلمت فيه عن شوية نظريات معينة كده ممكن يعني ايه تصيب وممكن تخيب ما علينا من فيلم اترنالز خلينا في فيلم شان جد شي نتكلم عن اول حاجة وهي الاخراج الفيلم بيدي لك تجربة اخراجية حلوة جدا من حيث سواء تصوير مشاهد اكشن متصورة بطريقة حلوة جدا الالوان تحس ان الشاشة كلها مشبعة بالالوان فالفيلم هنا اخراجيا بيدي لك تجربة اخراجية مرضية جدا وهتعجبك بعيدا عن اي حدو في الفيلم تاني انت هتستمتع بالاخراج في الفيلم ده نتكلم شو عن السيناريو بقى للشخصيات وكانت كل حاجة ماشية تمام والاحداث فيها كانت الرتمها عالي جدا من اول لعزة في الفيلم انت هتلاقي نفسك تشديت وبقيت مركز معا لكن بعدين بييجي التلت التاني بتلاقي ان الرتم وقع فيه شوية وبقى بطيء سنة هنتكلم عنه واستفادها بعدين بنروح بقى للتلت الاخراني هو هو التلت الاولاني برضو بتلاقي في مشاهد اكشن مشاهد كل حاجة كل القصة بقى معظمها والحاجات ويعني النهاية بتحصل في الجزء التاسب ومعركة اخيرة وكده كل حاجات دي هتديرك برضو تجربة ممتعة جدا لكن يعني هو الجزء اللي في النص ده هو اللي فيه المشاكل طب كان ممكن نعمل ايه في الجزء اللي في النص ده او ايه اللي كان ناقص في الفيلم ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي احنا بنشوف في الفيلم ان البطا لو عنده اربعتاشر سنة بيخرج عامل مهمة ابو نكلفه بيها وبعدين خلاص اللي هو ما بيرجعش تاني البيت وبيكرر بانه هيهرب وبيسافر امريكا عيش حياته عادي جدا والموضوع تقدم شكل حلو تماما انا عنديش اي مشكلة معا بس كنا محتاجين زود فيه شوية مشاهد عن زي ما نقول الماضي المظلم بتاع الشخصية اكتر من كده هيتقدمت وتعمل لها بناء اللي هو ده اساسه ايه لكن في مرحلة كده اللي هو من اربعتاشر سنة لغاية ما بقى اللي هو بطل بتاعنا موجود المرحلة دي ما تقدمتش خارس ما جابلناش اي احداث فيها او ايها كنا عايزين نشوف شت حاجات عملية التحول البطل ده من هو بيهيقول ان هو يبقى قاتل للشخصية اللي هو بقى عليها لكن ده ما حصل كمان شخصية الاخت شخصية الاخت في الفيلم هنا بيبان ان الاب ما بيبقاش عايزها يعني تبقى موجودة في اي حاجة من اللي بتحصل دي تماما بيبعدها عن كل التجريبات وعن كل الكلام ده لكن هي بتهرب بعد كده وبتبتدي تأسس لما تقول لنا دي قتال خاص بيها هي تمام هنا دلوقتي يعني هي كبنت ابوها باعتها عن كل الحوارات من كل حاجة دي ففين الدوافع اللي خلتها تهرب من ابوها يعني المفروض ان حصل لها مشاكل بعد ما اخوها هرب وسابها وتخلى عنها بس هنا في صغرة حصلت كان فيه جاب كده في النص اللي هو ما جابلناش معاناة البنت دي بعد ما استنت اخوها وما جايش وما جابلناش الاسباب اللي خلتها تهرب وتسيب الاب وتروح تبني العالم الخاص بيها هل هي مسلا تعرضت لاي حاجة اي مضايقات حصلت اي حاجة كده امر كده امر كده ما فيش ما بلناش اي سبب خلى البنت دي تسيب العالم اللي هو المفروض كان حلو بالنسبة لها وتهرب وتروح تأسس عالم مية تانية وتتحول حتى بالقوة اللي هي بقت فيها دي تالت حاجة وهي شخصية الاب شخصية الاب اللي هو الراجل اللي عاش الف سنة كان بيغزوا الاراضي وبعمل كل حاجة شريرة بعدين قابل واحدة حبها وتجوزها وقرر ان هو يتخلى عن كل ده ويبقى انسان طبيعي بعدين الماضي اللي هو سابه جي يطرده تاني وامراته دي اتقتلت فالراجل ده قرر ان هو ينتقى من امراته تمام؟ الراجل ده هنشوفه ان احنا شخصيته كده هتقول الفيلم ان هو بيتحول من شرير لطيب من شرير لطيب من شرير لطيب تمام ده فيهوش اي مشكلة بس هل يعني الراجل ده طيب ولا شرير في الاخر ده ده السؤال اللي انا حاولت اسأله من نفسه نحن شوفنا ان هو في الاخر حتى بيضحي بنفسه علشان ابنه فهينا رامونا في المنطقة الرمادية ومارسناش فيها على بار الراجل اتخلى عن شره وخلاص بقى طيب نوعه اتجاوز وخاله بعدين مراته ماتت فالطبيعي جدا ان هو يرجع وينتقم ويبقى قلعا من الاول كمان فانت المراتك اتقتلت الطبيعي ان انت تروح تنتقم من الناس اللي قتلوها ففين الشر في كده فعملية الشر كانت مزفزبة حتى بنكتشف ان هو في الاخر مش هو الشرير الرئيسي ويطلع شرير تاني والرجل ده بيضحي بنفسه علشان ابنه وكلام ده كله فعلا منطقة الرمادية اللي رامونا فيها بسبب القب كدت محتاجة يعني يتم معالجتها بشكل احسن من كده نحن الاداء التمثيلي اول احد هتكلم عنه هو شخصة البطل شان جيتشي الفيلم ده كله بيضور حواليه هو اداء ومكانش واحش يعني الراجل عمل اداء كويس جدا في مشاهد اكشن كويسة جدا واحدة واضح ان ده شخص متمرس ويعني انا لمحت كده ان فيه بزرة جاكي شان كده اللي هو بيحاول يقدم كوميديا مع الدربات باسلوب تها جاك شاك لكن انا كنت محتاج منه جانب مظلم يبان بسبب ان ده شخص متربي من صغره وعن هو هيبقى قاطب وازاي بيعرف يضرب ناس وازاي بيعمل كل حاجة وزروف تدريبه الصعبة جدا كده المفروض يعني بقى ليه جانب مظلم كده يبان مع الاحداث لكن ده ما حصلش الراجل ثابت عن ان هو خلاص هو طيب ويعني مفيش اي زر تشار جواه خالص فانا كنت مستاني ان يطلع جانب مظلم بس ما طلعش لكن بقى الشخصية اللي لفتت جميع الانظار والكل اشعاد بيها هو شخصية اكوفينا فعلا قدمت جانب كوميدي حلو جدا في الفيلم الجميع اشعاد بيها والجميع صح ايه وقت لكل الفيلم بالاداة الكوميدي بتاعها والاداة الدرامي كمال الشخصية هنا بنشوف لها بقى تحول وانها ليها مستقبل في عالم مارفل وهتبقى موجودة معنا ومارفل كانت موفقة باختيارها للدور ده عشان ان يقدموا اللمسة الكوميديا اللي هم بيحبوا يقدموه بالنسبة لبقى الكاست يعني هم مش هخص حد بعيده وصوما كلهم عملوا الاداة اللي عليهم وزيادة في شخصات كان مفروضة تتكلم عنها بس مش عشان ما انطولش في فوقت الفيديو يعني فانقول ان الاداة التمثيلي هنا مقبول من كل الناس باستثناء اقوى فينا اللي هي كان ادائها عالي جدا ادائها ممتاز الفيلم حلو جدا واستحق المشاهدة ويعذروني انا حلقة احداث في الفيلم لان يعني الفيلم نازل بقى له شهرين فاكيد الناس شافته حتى نزل بلوري بقى له حوالي يومين ثلاثة او كنتش شفته يعني انا كنت نفض له الصراحة اللي هو مكانش يعني في دماغي ان انا شوفه لكن لما شفته انا اتفاجئت ان هو ازاي حلو وازاي حاجة من ريحة اند جيم كده يعني برغم ان افلام مارفل السنة دي ما كانش موفقة قد كده لو هنتكلم عن بلاك ويدو او فينوم لو بيعتبروا نواف مارفل يعني باعتبار ما سيكون او اترنالز اترنالز اللي لسه نازل بقى من يعني من ما فيش وان انا شفته عملت الفيديو عنه وعملت شوية نظريات كده يعجيبة يعني اتمنى انتم تشوفوها طول اي رأيكم وبس كده يا جماعة بتكون وصلنا لنهاية الفيديو لو اعجابكم الفيديو بقى نسوش تعملوا لايك وشير بقى مع اصحابكم وسبسكرافكم انتم مش مشتركين فعلوا زر الجرز عشان كل ما انا نزل فيديو الجديد وصلوكم بس كان السلام عليكم